خلينا نروح بقى لنادي الزمالك برضو بنتكلم على المركاتو الشتوي لنادي الزمالك أهدى شوية المركاتو الشتوي في نادي الزمالك أهدى شوية بشكل عام نادي الزمالك هو الحاجة الوحيد أو الخط الوحيد اللي محتاج أنه يدعم في خطوطه هو خط الدفاع بعد طبعا إصابة الوينش محمود الوينش نتمنى له طبعا السلامة هو مش هيكون منجود مع نادي الزمالك لغاية آخر الموسم طبعا للعلاج دي أو الخط ده خط الدفاع هو تاريلا أبرز خطوط الزمالك محتاج أن هو يدعم فيها لعيبة الباقي لعيبة الباقي اللي هو بيتكلم معاهم أو اللي هما فيه مفاوضات ما بينهم وبين هذه الزمالك هو بيحاول أنه هو يشوف لعيبة بمواصفات عالية بقيمة عالية بكواليتي عالية بجودة عالية بس مش عايز يدفع فلوس كتير أو الفلوس ما تكلفش خزينة نادي الزمالك كتير طيب إيه هي اللعيبة اللعيبة إحنا عندنا بيدرس نادي الزمالك أنه هو يرجع المدافع بتاعه محمود شبانة واللي تم عارضه لنادي سموها علشان يدعم الخط الدفاعي للفريق زي ما قلنا في ظل طبعا غياب الطويل لمحمود حمدي الوينش اللي أجرع عملية جراحية في أوطار العضلة الخلفية في الفترة الماضية ده أول حد نادي الزمالك بيحاول بيدرس أنه هو يتعاقد معاه علشان يعوض النقص في خط الدفاع بتاعه تاني حاجة نادي الزمالك كمان بيفكر أنه هو يتعاقد مع ثلاث لعيبة تحت السن في مراكز المهاجم والجناح والوسط المدافع بس زي ما قلنا أنه إحنا القيمة المالية هي اللي حيكون فيها اللي عليها المعاول بمعنى أنه عايز يضم السلاسة ده عايز يضم لعيبة الكوالاتي بتاعها عالي بس نظراً لظروف نادي المالية مش عايز يكون فيه ضغط على خزينة القلعة البيضاء تالت حاجة فيه ما له وصله به المركاتو الشتوي لنادي الزمالك قدرت الكرة في نادي الزمالك عايزة تتعاقد مع مهاجم أفريقي مهاجم أفريقي زي ما قلنا قوي عنده خبرات في اللعب في البطولات الأفريقية تاني الشرط الوحيد علشان اتمام الصفقة دي أنه هو ينجح أنه هو يلاقي يعمل المعادلة لعيب كويس لعيب الكوالاتي بتاعه كويس جداً بس هو مش عايز يعمل أو المشكلة بتاعه أنه يوفر صفقة قيمة الصفقة دي اللعيب وحيكون لعيب من أفريقيا طيب رابع حاجة نادي الزمالك دخل فيه مفاوضات مع الصيني ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي والفلسطيني محمود ويدي عشان يتعاقد مع واحد فيهم احنا طبعا عارفين أن أي لعب فلسطيني بيتعامل هنا في مصر كمصري ومش أجنبي أي لعب فلسطيني هنا بيتعامل كأنه مصري مش أجنبي دي طبعا نفقا لأحد اتحاد الكرة وفو المسابقات فهو بيحاول أنه هو يدخل فيه مفاوضات مع الصيني ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي والفلسطيني محمود ويدي عشان يتعاقد مع أحدهما بنتكلم كمان على مروان عطية لعب خط وسط نادي الاتحاد السكندري اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده أن النادي الأهلي فعلا بيحاول أنه دخل على خط المفاوضات معه مع لعيب مروان عطية عشان يستفيد من خدماته في الفترة القادمة في المركاتو الشتوي برضو نفس الشيء الزمالك بيدخل على نفس خط المفاوضات عايز يضمه لصفوفه في المركاتو الشتوي بس الفرق بقى هنا ما بين الأهلي ما بين الزمالك إيه أن النادي الزمالك حيكون جاهز علشان يتمم الصفقة دين إذا ما فقت إدارة اتحاد السكندري على ترك اللعب في يناير ومش بنهاية الموسم سادس حاجة ده دلوقتي احنا تكلمنا على اللعيبة اللي حيتم استخدامهم أو نادي الزمالك داخل في خط المفاوضات عشان يستخدمهم في المركاتو الشتوي أبرز الراحلين عن نادي الزمالك في الفترة القادمة أعتقد أن يوسف أوباما هيكون قريب جدا من الانضمام لفريق الاتحاد السكندري على سبير الأعارة لنهات الموسم بس زي ما قلنا أن الزمالك بيرهن الصفقة دين بموقف الاتحاد من أنه هو يوافق على بيع اللعب بتاعه مروان عطية عشان يرتدي القميص الأبيض لعب أصاد لعب كمان بينوي الزمالك أنه يجدد عقد اللعب الشاب سيف فاروق جعفر وأنه يعمل إعارة ليه عشان يشارك أساسية مع أحد أنديات الدورية عشان اكتساب المزيد من الخبرات وطبعا دي حاجة مهمة أنه لعيب عندنا لعيب قوي هو صغير في السن من قعده على دكة الاحتياط لأ نشوف له فريق قوي منافسات قوي عشان احتكاك يرتقي بالمستوى بتاعه ده منضوع إعارة هيرجع بعد الإعارة مرة أخرى المنضوع اللي يتوقف هذا الأمر طبعا على ضم مروان عطية من الاتحاد السكنداري طيب ده فيما لقى وصلة بالمركاتو الصيفي والمركاتو الشتوي سواء في نادي الأهلي سواء في نادي الزمالك الناس ستتم استخدامهم لنادي الأهلي أو الزمالك أو أبرز الراحلين عن الاتنين